سيد تفاسير آل علي الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة إنها الصفحة الثالثة والثلاثون إنه الحديث السادس والعشرون عن سيد الأوصية صلوات الله وسلامه عليه يوجه خطابه لي وإليكم إن كنا من شيعته يا معشر شيعتنا يا معشر شيعتنا الخطاب للمجموع من الشيعة وليس للأفراد فمعشر الشيعة مجموعهم الذين تعاشروا وترابطوا واتصلوا فيما بينهم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمنتحلين والمعتقدين مودتنا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم 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 وأصحاب الرأي كلام الأمير دقيق أصحاب الرأي يقولون نحن ننهج منهج العقل نحن مع العقل نحترم العقل وحق الحسين لا يعرفون العقل ولا يحترمون العقل هؤلاء يتحدثون بحديث الاستحسانات الخرقاء سأبين لكم ولكن أصبروا علي يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي لماذا فإنهم أعداء السنن أعداء الأحاديث أعداء الروايات فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا إنه مجهول المالك فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب من أتبائهم ومقلديهم ونازعوا الحق أهله نازعوا الأئمة وجلسوا في مجالسهم قطعا هؤلاء ليسوا من الوهابيين الوهابيون لا يقولون إننا نواب صاحب الزمان إنهم مراجع النجف وكربلاء ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فسئلوا ماذا تقول العترة في الموضوع الفلاني وهم لا يفقهون شيئا من معارف العترة فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أي يعترفوا بأنهم لا يعلمون تكبروا وعاندوا فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم مشكلتنا تختصرها هذه الكلمات العلوية بشكل موجز مشكلتنا يمكنني أن أضعها في النقاط الثلاثة التالية النقطة الأولى ما عندنا من معلومات لم تأخذ من المصادر الصحيحة للعلم أتحدث عن معلومات مراجع الشيعة ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بأصغر عمامة أتحدث عن معلومات الخطباء والشعراء والرواديد أتحدث عن معلومات أصحاب الحسينيات والمرتادين إليها أتحدث عن معلومات أصحاب المساجد وأئمة المساجد والمؤذنين والذين يرتادون المساجد أتحدث عن معلومات المثقفين من الشيعة المعلومات الموجودة في الوسط الشيعي لم تأخذ من المصادر الصحيحة هناك مصدران صحيحان فقط للمعلومات الدينية الصحيحة قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط هذان المصدران المعلومات الموجودة عند الشيعة ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بأصغر الشيعي لا علاقة لها بهذين المصدرين معلومات تخالف هذين المصدرين هذه مشكلتنا هذه المشكلة الأولى وبنحو مختصر موجز وستجدون أن المشكلة التي سألت عنها هذه الرسالة وسائر الأسئلة الأخرى التي هي في نفس الاتجاه ستجدون أن المشكلة قد نشأت من المعلومات غير الصحيحة التي تتوفر في الساحة الشيعية إذن هذه المشكلة الأولى مشكلة كبيرة جدا المعلومات المتوفرة في الساحة الشيعية أتحدث عن المكتبة الشيعية أتحدث عن الحوزة الشيعية أتحدث عن المدارس الدينية الشيعية أتحدث عن المواقع الألكترونية الشيعية أتحدث عن الفضائيات الشيعية أتحدث عن الإعلام الشيعي أتحدث عن الأحاديث التي تدور في المساجد والحسينيات الشيعية أتحدث عن الأحاديث التي تدور في البيوت بين الأسر الشيعية أتحدث عن كل هذا المعلومات هذه لم تأخذ من المصادر الصحيحة وإن أخذت فلم تفهم وفقا للقواعد الصحيحة التي يريدها منا محمد وآل محمد بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير هذه المشكلة الأولى النقطة الأولى النقطة الثانية النقطة الثانية يتحدثون عن العقل ويتبجحون في الحوزة النجفية والكربلائية من أنهم من أنصار العقل ومن معيدي العقل ومن المتمسكين بالعقل وكأن الذي يتمسك بأحاديث أهل البيت كأنه يعاد العقل منهج أهل البيت هو منهج العقل والدين يعتمد على أساسين يعتمد على أساس العقل والعلم عن أي عقل يتحدث هؤلاء أساسا لا يفقهون ما هو العقل الذي يتحدثون عنه بشكل سريع أحدثكم عن العقل أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الفلسفية لموضوع العقل لكنني بشكل سريع أقول هل هناك من تعريف للعقل الجواب لا يوجد لدينا من تعريف للعقل ليس في القرآن من تعريف للعقل وليس في أحاديث العترة من تعريف للعقل وليس عند الفلسفة من تعريف للعقل ولا يوجد عند الحكماء ولا عند الصوفيين ولا عند العرفانيين ولا عند أي مجموعة في العالم من تعريف للعقل كنه العقل نحن لا نعرفه ما عندنا من تعريف في الكتاب الكريم في حديث العترة في كتب الفلسفة والحكمة في أي مكان في العالم ما عندنا من تعريف للعقل هو تعريف لآثاره فحينما يتحدث القرآن عن أولي الألباب عن أرباب العقول إنه يتحدث عن أوصافهم أوصاف أرباب العقول هي أثار العقل وحينما تتحدث كلمات أهل البيت عن العقل ومنافعه عن العقل وخصائصه عن العقلاء وأرباب العقل ومتحهم يتحدثون عن آثار العقل في حياة أولئك حينما يقولون من أن العقل ما يعبد به الرحمن ما يطاع به الرحمن ما يكتسب به الجنان هذه أثار العقل هذا ما هو العقل العقل شيء آخر إذا توفر العقل فمن آثاره نطيع الرحمن من آثاره نكتسب الجنان لكن ما هو العقل لا يوجد تعريف للعقل في الفلسفة حينما يأتي الفلسفة ويعرفون العقل من أنه ما يجود به كما عرفه ابن سينة وغيره وحتى فلسفة الإغريق القدمة من أن العقل ما يجود به أو يوجد به هناك من عرفه ما يوجد به أو ما يجود به ما يوجد به التمييز بين الخير والشار بين النافع والضار بين العلم والجهل إلى غير ذلك من المعاني هذه أثار العقل هذا ما هو العقل القوة التي يجود بها أو يوجد بها التمييز بين الحسن والقبيح هذه أثار العقل الذي يمتلك العقل يستطيع أن يميز بين الحسن والقبيح ما هو العقل أين تعريفه لا يوجد تعريف للعقل إدراك إدراكنا للعقل إدراك بديهي والإدراكات البديهية ليس لها من تعريف وحتى هذا الإدراك البديهي للعقل هو إدراك لوجوده لا لكنه كنه العقل لا نستطيع أن نتلمسه وفي العلوم المختبرية حينما يتحدثون عن العقل من أنه أنشطة فسلجية في دماغ الإنسان بسبب تفاعلات كيميائية حتى حينما يتحدثون بهذا المستوى لو سألتهم عن السر وراء تلك الأنشطة لا يعرفون السر وراء تلك الأنشطة وأنا لا أريد أن أنكر من أن العمليات العقلية هي تفاعلات كيميائية في الدماغ البشري لكن القضية لا تبدأ من هنا العقل أساسا نقطة شديدة وقوية في الروح هي أقوى نقطة في الروح وأشد نقطة في الروح الطاقة العالية في الروح هي العقل ومثلما الروح هي التي تمتلك القدرة على البصر لكنها تترجم قدرتها عبر العينين الروح هي التي تمتلك القدرة على السمع لكنها تترجم قدرتها عبر الأذنين كذلك القدرة العقلية تترجمها الروح عبر الدماغ هذا موضوع خارج عن بحثنا كنه العقل نحن لا ندركه وإنما ندرك آثار العقل هذا موضوع معقد وأنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل العقل الذي يجب علينا أن نتحدث عن على مراتب هناك العقل الحج وهذا هو الذي يحتج به الله على جميع البشر ولا أعتقد أن أحدا من الآدميين الطبيعيين يستطيعون أن ينكر العقل الحج من مراد من العقل الحجة هذا مصطلح من ثقافتنا من ثقافة العطرة في الثقافات الأخرى قد يقال له العقل الأول قد يقال له العقل النظري البحث قد يقال له العقل البديهي قد يقال له العقل الفطري إنها مجموعة البديهيات مجموعة الحقائق مجموعة المعلومات التي تشكل المنطقة الأساسية لفكر الإنسان لنظرة الإنسان لنفسه ولما حوله على سبيل المثال الأثر يدل على المؤثر هذه القضية لا علاقة لها بدين من الأديان الذين ينكرون الأديان وينكرون الخالق والإله هم حتى إذا أنكروا بألسنتهم من أن الأثر لا يدل على المؤثر لكن حينما يأتون إلى بيوتهم ويجدون من أن الباب قد كسرت ومن أن الأشياء الثمينة في بيوتهم قد سرقت يستدلون بهذا الأثر على لص قد جاء وسرق ولذلك يتصلون بالشرطة حتى وإن أنكروا بألسنتهم عنادا من أن الأثر لا يدل على المؤثر لكنهم في الحياة عمليا يرتبون ما يرتبون في كل تفاصيل أمورهم وفقا لهذه البديهية قلت لكم إنني أتحدث عن الآدميين الطبيعيين الذين لا يريدون أن ينكروا الحقائق ولا يريدون أن يعاندوا الحقيقة الأثر يدل على المؤثر الجميع يتفقون عليها فاقدوا الشيء لا يعطيه الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل النقيضان لا يجتمع المتضادان النقيضان يعني أن أكون موجودا وأن أكون لا موجودا في الوقت نفسه هل يمكن هذا أن أكون موجودا وأن أكون لا موجودا أن أكون موجودا في الاستوديو الآن وأن أكون لا موجودا هل يمكن أن تجتمع هاتان الحقيقتان أني موجود في الاستوديو واني لست موجودة النقيضان لا يجتمعان المتضادان لا يجتمعان في جهة واحدة وانما في جهتين الليل والنهار لا يجتمعان في مكان واحد ولكن يمكن ان يكون ليل في مكان في الوقت نفسه يكون هناك نهار في مكان آخر مثل ما يحدث في كرتنا الأرضية يمكننا ان نتصل تلفونيا الآن في بعض البلدان انها في منتصف الليل وما بعد منتصف الليل وفي بلدان أخرى لازال النهار موجودا عندها وهكذا المتضادان يجتمعان ولكن من جهات مختلفة لا في جهة واحدة لا في مكان واحد في مكان واحد المتضادان لا يجتمعان مجموعة من هذه البديهيات من هذه النظريات من هذه المعلومات من هذه الحقائق من هذه الأوليات يتشكل منها منطق العقل الإنساني هذا هو العقل الحجة الذي يحتج به الله على الخلائق هذا العقل الحجة أنتم الآن حينما تعرض عليكم قضية إن كانت دينية سياسية علمية ويقول البعض عقلي لا يقبلها إنه لا يرفضها بهذا العقل لا يرفضها بهذا العقل وإنما يرفضها بمستوى آخر من العقل قلت لكم العقل على مستويات العقل الذي يحتج الله به علينا هو هذا العقل الفطري مجموعة البديهيات مجموعة الحقائق التي يقبلها كل البشر كل البشر الكل أكبر من الجزء هل يختلف فيها إثنان الجزء أصغر من الكل هل يختلف فيها إثنان فاقد الشيء لا يعطيه هل يختلف فيها إثنان إلى مجموعة طويلة من الحقائق حين يقال مثلا العرش قبل النقش لا يمكن للنقاش أن ينقش شيئا من دون أن يكون هناك عرش العرش قبل النقش لا بد من وجود العرش حتى بعد ذلك يستطيع النقاش أن يقوم بنقشه وإلا من دون عرش فأين سيكون النقش هناك سلسلة من المعلومات تشكل العقل الحجة هذه المعلومات هي التي يحتج الله بها على العباد وهذا هو العقل الحجة المعلومات التي يقبلها جميع البشر بغض النظر عن الجنسيات والأعمار بغض النظر عن الديانات نحن لا نتحدث عن دين هنا نتحدث عن عقل العقل الحجة هو هذا العقل الفطري الأولي قلوا ما شئتم هذا هو مقام العقل الحجة المقام الثاني مقام العقل العلمي هذا يختلف باختلاف العلم الذي يمازج العقل العقل الحجة أدلته بسيطة فحينما نجد أثرا ما نستدل بالأثر على المؤثر والدليل واضح عندنا من أن الأثر يدل على المؤثر كل شيء حولنا هكذا يقول الوجود كله يقول من أن الأثر يدل على المؤثر تجاربنا العقلية تجاربنا الحياتية الفطرة الداخلية عند الإنسان ضمير الإنسان يقول من أن الأثر يدل على المؤثر وهذه قضية بسيطة أدلة العقل الحجة أدلة بسيطة ولذا تقبلها النفوس العقل العلمي أدلته مركبة آتيكم بمثال أنا وأنتم شيعة نحن متفقون أن سلسلة الأئمة الأوصياء إثنى عشر نحن الإثنى عشريون لماذا؟ لأننا نعتقد بأن سلسلة الأئمة الأوصياء إثنى عشر والثاني عشر هو الحجة بن الحسن إمام زماننا إذا كنا على علم بهذه المعلومة الدينية وكنا 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 معتقدين بها عندنا أئمة عددهم إثنى عشر والإمام والإمام الحادي عشر استشهد وترك الإمامة للإمام الذي بعده نحن لا التقينا به ولا نريد أن نتحدث عن أحاديث ولادته العقل العلمي يعني أن عقلنا الذي يمتجج بهذه المعلومة الدينية ماذا يقول يقول لا بد من أنه قد ولد ولا بد من أن يكون موجودا وبما أننا لا شاهدنا الولادة فنحن في عصر متأخر ولا التقينا به فلا بد أن يكون غائبا عن أبصارنا لأننا لا نستطيع بحسب معلوماتنا الدينية لا نستطيع أن نتصور العالم من دون إمام هكذا نعتقد نحن الأخرون لا يعتقدون بهذا هذا الدليل دليل عقلي علمي لنا بحسبنا لا يكون دليلا عقليا بالنسبة للسني الذي لا يعتقد بهذه المعلومة فهذا ما هو بدليل عقلي كامل هذا دليل عقلي مركب شطر منه ينتمي إلى العقل شطر منه الشطر الثاني ينتمي إلى معلومة أنا أعلمها وهكذا الأمر بالنسبة لمعلومة تأريخية عند عالم بالتأريخ فيقول بحكم العقلي هذه المعلومة لا بد أن تكون في الزمن الفلاني بحسب معلوماته هو يعتقد بصحة هذه المعلومات فيقوم بممازجة بين تجربته العقلية ومن تفعه من العقل الفطر مع هذه المعلومة التي عنده يشكل دليلا عقليا علميا مركبا يكون حجة عليه بحسبه هو لا يكون حجة على عالم الكيمياء الدليل العقلي العلمي هذا دليل مركب وأكثر أدلتنا في الدين هي من هذا النوع لأننا نأتي بمعلومات نحن نعتقدها نحن متأكدون من صحتها المسيحيون كذلك اليهود كذلك الإحتجاج الإحتجاج إنما يكون بالمقام العقلي الأول يكون حجة على الشيعي وعلى السني وعلى المسيحي وعلى اليهودي أما الدليل العقلي العلمي هذا المقام من مقامات العقل هذا يكون حجة علي أنا الشيعي والسني عنده معلومات هو يعتقد بصحتها يشكل منها دليلا عقليا له إنما إذا أردنا المحاججة علينا أن نناقش هذه الأدلة فهذه الأدلة تحتاج إلى مناقشة كي نثبتها لا تستطيع أن تكون حجة بنفسها كبديهية الأثر يدل على المؤثر يقبلها الجميع قطعا بغض النظر عن المعاندين بغض النظر عن أصحاب الشبهات أنا أتحدث عن الآدميين الطبيعيين الذين يمتلكون صحة جسدية طبيعية وصحة عقلية طبيعية وصحة نفسية طبيعية وما عندهم من مشكلة ولا من عقد في قبول الحقائق العقل الحجة لا يستطيعون أن يواجهوا أما العقل العلمي لن يكون حجة إلا بعد إثباته بينما العقل في مقام الحجة هو يثبت الأشياء لا أننا نثبته فارق كبير في مقام العقل العلمي نحن بحاجة إلى إثبات أدلة العقل العلمي وبحاجة إلى مناقشة أدلة العقل العلمي عند الطرف الآخر فعلينا أن نثبت دليلنا وعلينا أن نناقش دليل الآخر لرده ورفضه يأتيك آت من دون تمييز بين هذه المطالب ويقول لك إن عقلي لا يقبل هذا عقلك لا يقبل هذا عقلك أساسا ما هو بحجة حتى تتأكد من معلوماتك إلا إذا كنت تتحدث عن عقلك في المقام الأول في مقام الحجة وحينما لا تقبل شيئا أنا لا أقبله أيضا لأننا سنشترك في هذا المقام لأن المقام هذا مقام بديهيات يتفق عليها جميع البشر وإلا فليس هناك من حجة لله على الناس حينئذ العقل في مقام الحجة حجة على جميع البشر بغض النظر عن الديانات والاتجاهات والأذواق والقوميات والأجناس العقل العلمي يكون خاصا بأصحاب ذلك العلم عندنا معلومات من العترة الطاهرة ووفقا لهذه المعلومات فإننا فإننا نشغل عقولنا كي نتعامل مع هذه المعلومات ونقول من أن العقل يقول هكذا هذا عقل علمي هذا عقل فعلته وقمت بإعماله في المعلومات التي عندي التي أعتقد بصحتها إذا أردت أن أناقش الآخرين بها لا يحق لي أن أقول من أن العقل يقول هذا أي عقل هذا هذا عقل علمي علي أن أثبت صحة ما أقول وأن أرد العقل العلمي الذي يتحجج به الآخر وإلا لا فائدة من الكلام هناك العقل العملي أو التجرب وهذا هو الذي أكثر الناس يتحدثون عن الناس لا يتحدثون عن العقل الحجة عن العقل الفطري هذا العقل منسي والناس لا يتحدثون أيضا عن العقل العلمي لأن الذين يتمسكون بأدلة العقل العلمي كل مجموعة بحسبها يتعصبون لأدلتهم ويعتبرون الآخرين الذين يخالفونهم من أنهم يخالفون العقل هم لا يخالفون العقل هم يخالفون عقلا مركبا دليلا مركبا ما بين قوة عقلية ومجموعة معلومات الآخر لا يعتقد بصحتها لكن أكثر الناس حينما تتحدث عن العقل تتحدث عن العقل في المقام الثالث إنه العقل العملي العقل التجربي كما يصلحون عليه هذا العقل هو العقل الحاضر في حياة الناس لأن الناس يديرون ويدبرون أمورهم بهذا العقل هذا العقل في الحقيقة ما هو بعقل مستوى من مستويات الإدراك وإنما يطلق عليه هذا المصطلح مسامحة وتساهلا العقل الحقيقي هو العقل الحجة والعقل العلمي أما هذه تجارب هذا إدراك فلنسمه 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 العقل العملي يصلح عليه في الروايات التدبير هذا هو التدبير التدبير من آثار العقلين الذين تحدثت عنه ما قبل قليل على أي حال نحن مع المقام الثالث من مقامات العقل إنه العقل العملي العقل التجربية هذا العقل ينشأ من العديد من المناشئ الوراثة نحن نرث من أسلافنا وليس بالضرورة من آبائنا بشكل مباشر من أسلافنا من أسلافنا القدماء ومن أجدادنا وآبائنا القريبين نحن نرث منهم نرث على المستوى الفسلجي والجسدي والأعضاء ونرث منهم كذلك على المستوى السايكولوجي على المستوى النفسي هناك وراثة فسلجية وهناك وراثة سايكولوجية نحن نرث هذا ونرث هذا من أسلافنا وقطعا كل هذا له تأثير في نشأة العقل العملي بعد ذلك تأتي تربية البيت البيت المتدين يربي بطريقة تختلف عن البيت غير المتدين البيت المثقف يختلف في تربيته عن البيت الأمي وهكذا البيت الذي يستعمل العقل والذكاء والفهم وسيلة للحياة قطعا يربي بطريقة تختلف عن البيت الذي يستعمل الصراخ والعصى والقوة الجسدية وسيلة في الحياة الوراثة الفسلجية والسيكولوجية التربية البيتية بعد ذلك تأتي المدرسة ويأتي الشارع والمجتمع وتأتي الحكومة بسياستها وما تريد الأصدقاء الثقافة التي يكتسبها الإنسان التخصص العلمي أو الحرف والمهن والأشغال المختلفة فما كل الناس يذهبون باتجاه التخصص العلمي الحرف والمهن والأشغال لها ثقافتها ولها أعرافها وآدابها وقوانينها وطبيعة التعامل مع كل حرفة تختلف من حرفة إلى أخرى مع الناس ومع الأشياء التي يتعامل معها صاحب الحرفة التجارب التي تمر بالإنسان والتجارب التي يراها الإنسان عند الآخرين ويعتبر منها ألا يقولون من أن الإنسان إذا ما عرف تأريخ سنة فإن عمره ازداد سنة لأنه طلع على تجارب سنة لقوم آخرين كل هذا يشكل إدراكا جمعيا مجموعيا هو هذا الذي يقال له العقل العملي ما بين الوراثة الفسلجية والسايكولوجية ما بين التربية البيتية والمدرسية ما بين الشارع والأصدقاء وثقافة العامة ما بين الحكومة وسياستها وقوانينها ما بين التخصص في العلم أو في المهن والحرف والأشغال و كل هذا إذا ما جمعه الإنسان وقام بعملية تمحيص ومقايسة ومقارنة فيما بين المعلومات ووصل إلى حد من الإدراك على أساسه يصرف شؤون حياته وعلى أساسه يقيم الأشخاص الآخرين وعلى أساسه يقيم الأفكار وفقا لثقافته وتربيته هذا هو العقل العملي وهذا ما هو بحجة قد يصبح حجة إذا كانت المناشئ صحيحة ولكن من أين نأتي بكل هذه المناشئ كي تكون مناشئ صحيحة ما هذه المناشئ يختلط فيها الصحيح بغير الصحيح العقل العملي ما هو بحجته وإنما يكون حجة في بعض الأشياء في بعض الأمور مثلما في الفتاوى والأحكام فإننا نرجع في تقييم بعض الأمور في تشخيصها إلى العرف العرف هو هذا العقل العملي ولكن الرجوع إلى العرف له شرائطه له خصائصه هذه المسائل مفصلة لا يمكنني أن أحيط بكل أطرافها في هذه العجالة السريعة بين هذه المقامات يذبح الدين وتذبح الحقائق فيأتي كقائل ويقول هذه يرفضها العقل أي عقل يرفضها هل يرفضها العقل الحج وحينئذ بإمكانك أن تقول من أن هذه يرفضها العقل وحينئذ يرفضها الله لأن الله قد احتج علينا بالعقل العقل الذي احتج الله به علينا هو الذي يقبله جميع البشر إنها البديهيات الأولية يقبلها جميع البشر فإذا كانت الحقيقة الدينية تتعارض مع تلك البديهيات من أن الحقيقة الدينية هذه تؤدي إلى اجتماع نقيضين تؤدي إلى اجتماع متضادين من جهة واحدة تؤدي إلى رفض حقيقة أن الأثر يدل على المؤثر تؤدي 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 سيرفضها العقل الحج وما يرفضه العقل الحج هو مرفوض في الدين لكن مساحة العقل الحج مساحة محدودة إنها مساحة في أصول الأشياء لا لا في التفاصيل والتفريعات وفي الأمور الجزئية التي حقائق الدين موجودة فيها أصول الأشياء وأمهات المسائل تلك هي العناوين الرئيسة نعم العقل الحجة له الحق أن يحكم على الأصول وعلى المسائل الرئيسة وعلى أمهات المطالب العقل العلمي يكون حجة في دائرة المعلومات الصحيحة لأهلها للمختصين فيها وإذا أرادوا أن يثبتوا ذلك عليهم أن يناقشوا الموضوع للآخرين وأن يثبتوا حقائق ما يعتقدون بها في نقاش علمي واضح أما العقل العملي وهو الذي يحتج به الناس لا قيمة لحجيته هذا عقل مناشئه ليست صحيحة مناشئه مختلطة فهل الذي نرثه من آبائنا فسلجيا أو سايكولوجيا نرث شيئا صحيحا هل أن أبائنا معصومون حتى نرث منهم الشيء المعصوم فقط فإننا نرث العيوب من أسلافنا على المستوى الفسلجي وعلى المستوى السايكولوجي العيب موجود من البداية في نشأة هذا العقل في نشأة العقل العملي التربية أيضا في البيت التربية في المدرسة أيضا ثقافة الشارع ثقافة الأصدقاء والقرناء إلى بقية الأمور التي أشرت إليها ما هذه أمور مختلطة أمور بهذا يرفض الناس الدين وبهذا يقيم الناس الدين فيقولون من أن عقولنا لا تقبل هذا في البداية أثبت لي أن عقلك الذي تريد أن تناقش الموضوع فيه من أنه عقل سليم وبعد ذلك تعالى وناقشني إنك لا تناقشني وفقا للعقل الحجة وفقا للبديهيات ولا تناقشني وفقا للعقل العلمي للمعلومات التي أنا وأنت نعتقد بها إنك تناقشني وفقا لذوقك وذوقك ما هو بعقل هذه نتائج تربية ووراثة يقال لها تجوزا العقل العملي الدين لا يدرك بالعقل العملي العقل العملي لتدبير أمور الحياة لا علاقة له بإثبات الدين أو بمناقشة الأدلة والحقائق مشكلتنا هنا عندنا مشكلة في مصادر العلم الصحيح معلوماتنا ليست صحيحة وعندنا مشكلة في فهم العقل ومع أي عقل نتعامل وحينما نقول من أن العقل حجة ومن أن العقل دليل ومن أنه من لا عقل له لا دين له ومن لا دين له لا عقل له هل الحديث عن العقل العملي أما العقل الشيطاني فتلك طامة كبرى العقل الشيطاني هو هذا الذي عند مراجع النجف وكربلا العقل الشيطاني الذي يوصف في الروايات بالنكراء النكراء ما 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 بعقل وإنما شيء يشبه العقل مناشئه شيطانية إدراك يكون في خدمة البرنامج الإبليسي مثل ما يقول أمير المؤمنين من أن الشيطان نظر بأعينهم ونطق بألسنتهم تلك هي النكراء فعينما نعود إلى منهج حوزة الطوسي فإنه نتاج لألسنة نطق الشيطان بها نتاج لأقلام كتب الشيطان بها نتاج لأعين نظر الشيطان بها نتاج لرؤوس تعممت بعمائم إبليس الأئمة يصفون عمائم مراجع النجف وكربلة الرواية عن النبي في الكاف الشريف الرواية في الكاف الشريف عن هذه العمائم من أنها عمائم إبليس تلك هي النكراء ولذا ماذا أن تجلنا أن تجلنا دينا سخيفا سفيها محرفا المشكلة الثالثة المشكلة الثالثة مشكلة الأفكار الجاهزة وهذه مشكلة مراجع النجف وقد وقد أثبتت لكم في الحلقات الماضية يقال للخوء المحقق العظيم وأنتم شاهدتم بأعينكم عظمة تحقيقه والبقية على هذه الطريقة يأخذ بعضهم من بعض يقلد بعضهم بعضا الآن الرسائل العملية قارنوا بينها ستجدون الأخطاء النحوية والإملائية هي هي موجودة في كل الرسائل العملية لماذا لأنهم يقومون بعملية كوبي ينقلون ما يجدونه في الرسائل التي قبلهم وينقلون الأخطاء ينقلون الأخطاء ينقلون الأخطاء النحوية والإملائية في الرسائل العملية فضائح الرسائل العملية يمكنني أن أمر عليها إذا وجدت فرصة سآتيكم برسائلهم العملية وسأكشف فضائحها وكيف أنهم ينقلون الأخطاء نفسها هذا يحني أنهم لا حققوا ولا دققوا ولا بققوا لماذا الأخطاء هي هي في المسائل نفسها لماذا على أي حال أنا لا أريد أن أتحدث عن عورات هؤلاء عوراتهم لها أول وليس لها آخر هؤلاء يأخذون أفكارهم تقليدا واتباعا للذين سبقوهم وتكون هناك أجوبة جاهزة لأسئلة جاهزة حتى عامة الشيعة صارت أسئلتهم جاهزة بعضهم يتعلم الأسئلة الجاهزة من البعض الآخر وحينما يسألون المعممين يجدون أجوبة جاهزة وهم تعلموها من الذين سبقوهم وسار الدين بهذه الطريقة وأدل دليل على ذلك خطباء المنبر في كل سنة يكررون الكلام نفسه لأن الأحاديث جاهزة هم أخذوها من الذين سبقوهم والذين سبقوهم أخذوها من الذين سبقوهم وهكذا الخطب جاهزة الأسئلة جاهزة الأجوبة جاهزة مشكلة الأفكار الجاهزة وهذا أدل دليل على تخلف الواقع الشيعي وأدل دليل على جهالة وجهل مراجع حوزة الطوسي كتبهم كذلك المجدد المجدد وهو ينقل كلام الذين سبقوه المحقق وهو ينقل كلام الذين سبقوه ما الذي جدده لنا ما الذي حققه ما هم جميعا يبدأون دروسهم بنجاسة البول والغاء وكلما تقدم الزمان كلما كبرت الموسوعات لأنهم ينقلون كلام الذين سبقوه فمثلا الكتب الفقهية في القرن السابع للهجرة تكون في حجمها أقل من الكتب التي في زماننا باعتبار أن العلماء الذين سبقوهم هم أقل عددا وكتبهم ليست متوفرة بينما في زماننا هذا ستكون الكتب كبيرة لماذا لأن عدد العلماء عبر القرون صار كثيرا ولأن الكتب متوفرة فينقلون جميع ما في تلك الكتب في كتاب واحد فتكون عندنا موسوعة كبيرة إذا أردنا أن نذهب إليها فإننا لا نجد فيها شيئا جديدا إنه الكلام نفسه الذي كان موجودا في القرن الماضي والموجود في القرن الماضي هو نفسه كان موجودا في القرن الذي سبقه وهكذا هذه مهزلة ما يسمى بالعلماء هذه مهزلة ما يسمى بالموسوعات أي موسوعات وهي علماء لماذا حينما يواجهون مشكلة واقعية إذا أرادوا أن يجيبوا عليها يجيبون هراء أو أنهم يفرون من الجواب ما هذا ما هذا واقع أصحاب العمائم واقع أمامنا هذه المشكلة التي ذكرتها هذه الرسالة وأنا لا تحدث عن هذه الرسالة بشكل خاص هذه مشكلة كبيرة في الواقع الشيعي مشكلة الأفكار الجاهزة هناك فكرة جاهزة من أن الإمام الصادق لم يبين الإمام من بعده ومن أن الشيعة ذهبت في متاهة هذه الفكرة ليست صحيحة بدرجة مئة بالمئة أتمنى عليكم أن تصبروا علي لأنني أريد أن أفتح هذا الحديث من جهات عديدة والفائدة ستتضح في آخر المطاف ستعرفون من أن دينكم دين الحقائق ومن أن البراهين والحجج التي عندنا ليست متوفرة في أي دين من أديان الأرض أنني أتحدث عن دين جعفر أتحدث عن دين الصادق أتحدث عن دين علي وآل علي صلوات الله علي نذهب إلى فاصل عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بن فلان أما إن هادمه لا يبني عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكون منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال الرجل يبنى رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكنهما آيتان لم تكون منذ هبط آدم عليه السلام أعود إلى كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يا معشر شيعتنا يا معشر شيعتنا أتمنى عليكم أن تدرك قيمة هذه الكلمات يا معشر شيعتنا تصوروا تصوروا في أذهانكم أن أمير المؤمنين يخاطبكم الآن بهذه الكلمات تصوروا في أذهانكم هذه كلمات سيد الأوصياء تخاطب عقلي وعقولكم تخاطب قلبي وقلوبكم تخاطب ضميري وضمائركم تخاطب فطرتي وفطركم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي قلت لكم قبل قلي والله لا هم من أصحاب العقول أصلاً لا يعرفون معنى العقول مثل ما بيّنت لكم وشرحت لكم هؤلاء مردهم إلى العقل العملي والعقل العملي لا هو بعقل ولا هو بحج ومن هنا فإنهم يأتوننا باستحساناتهم الخرقاء هذه الاستحسانات لم تأتي من العقل الحجة لأن العقل الحجة لا ينتج الاستحسانات ولم تأتي من العقل العلمي لأن العقل العلمي يحتاج إلى أدلة علمية ولابد أن تكون واضحة وإنما الاستحسانات تأتي من العقل العملي ولذا هي قياسات يقال له القياس القياس مقايسات مردها إلى إدراك الإنسان الذي يتولد من مجموعة المناشئ التي أشرت إليها ابتداء من الوراثة الفسلجية والسايكولوجية وانتهاء بكل التفاصيل التي حددتكم عنها لا أريد أن أعيد ذكرها يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي الإمام ما قال إياكم وأصحاب العقل لأن هؤلاء لا عقل عندهم لا يملكون عقلا أنا أقول لا يملكون عقلا هم مثل ما وصفهم القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها عندهم ولكنهم لا يشغلون عقوله قد أطفأوا العقول لهم قلوب لا يفقهون بها القلوب هنا العقول إنما يشتغلون بالعقل العملي وهؤلاء هم أصحاب الرأي الذين عبثوا بديننا هذا هو دين النواصب السقيفة بني ساعدة حينما أنشئت وأنتجت خلافتها وفقا للعقل الأول إذا كان وفقا للعقل الأول فإن البديهيات ستقودهم إلى بيعة الغدير أم وفقا للعقل الثاني للعقل العلمي فإن المحاججة القرآنية ما قالته الزهراء في خطبتها في خطبتها في المسجد وفي خطبتها مع نساء المدينة هذا هو العقل العلمي لن يستطيع محاججتها جاءت بالمنطق العلمي الذي يمتزج مع العقل إنما ذهبوا إلى العقل العملي والدين ذبح بالعقل العملي والذي يتحول إلى نكراء سقيفة بني سائدة عقلها النكراء العقل الشيطاني الذي أساسه العقل العملي العقل العملي هو أسهل على الشيطان أن يخترقه الشيطان لا يستطيع أن يخترق العقل الحجة فإن الشيطان لا يستطيع أن يقنع الإنسان الطبيعي من أن الأثر لا يدل على المؤثر إلا إذا أصابه بشبهة وأوقعه في شبهات أو أصابه بخلل في جهة من جهات جسده عقله نفسه الإنسان الطبيعي لا يستطيع الشيطان أن يخترق عقله الحج فماذا يقول له يقول له من أن الجزء أكبر من الكل هذا الكلام مرفوض ربما يذعن الإنسان لأجل الأموال لأجل المناصب لمثل هذا الضلال لكنه فيما بينه وبين نفسه يعرف الحقيقة الشيطان كذلك لا يستطيع أن يخترق العقل العلمي إذا كان العلم صحيحا نحن نتحدث في علمنا الديني نبينا هكذا أعطانا ضمانا ما إن تمسكتم بهم بالمصدرين الصحيحين للعلم لن تضل بعد أبته الشيطان لا يستطيع أن يخترق العقل العلمي الصحيح الذي يستند إلى المصادر العلمية الصحيحة إنما الشيطان يخترقنا من عقلنا العملي لأن المناشئ مناشئ مختلطة جاءتنا من الوراثة الفسلجية والسيكولوجية من أسلافنا ومن تربية البيت ومن تربية المدرسة ومن ثقافة الشارع ومن إعلام الحكومة ومن 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 أسلاف ومن ومن يأتي الشيطان كي يخترقنا هؤلاء هم أصحاب الرأي الذين يحذر منهم أمير المؤمنين يخرجون على الفضائيات ويصعدون المنابر من رجال الدين وغيرهم من رجال السياسة والإعلام وغيرهم من حملة الشهادات وغيرهم من الأدباء والفنانين وغيرهم يخرجون ويتحدثون ويعطون آراءهم من عند أنفسهم في كل شيء لا شأن لنا بحياتهم الخاصة لكن لا يأتون كي يعلمون ديننا مشكلة الشيعة هنا مشكلة المراجع هنا مشكلة الخطباء هنا فهم أصحاب الرأي يحتكمون إلى العقل العملي الذي هو مرتع من مراتع إبليس يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خول وما له دول فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب هم الكبار لا عقل لهم فماذا نقول عن أتباعهم ولذا هكذا يعبر أمير المؤمنين عنهم وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله نازعوا الأئمة وتمثلوا بالأئمة الصادقين من أنهم نوابهم وهم من الجهال والكفار والملاعين هم أصحاب رأي وما هم بأصحاب علم أتحدث عن علم يأتي من قرآنهم من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أي يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هم ضلوا وأضلوا شيعة معهم هذه حقيقة مشكلتنا قطعا وبنحو إجمالي وبنحو موجز وإلا فكل هذه المفردات التي مرت علينا بحاجة إلى شرح وتفصيل كثير تذكروا هذه المشاكل المشكلة الأولى المعلومات غير الصحيحة التي لم تأخذ من المصادر الصحيحة من المصدرين الصحيحين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا المعلومات التي عندنا لم تأخذ من هذين المصدرين وإذا ما أخذت فإنها ما فهمت وفقا لقواعد التفهيم في هذين المصدرين المشكلة الثانية يتحدثون عن العقل وهم لا يعرفون العقل وما يسمونه عقلا ما هو بعقل إنه التدبير والذي سينقلب بفضل الشيطان إلى النكراء إنها نكراء معاوية إنها نكراء أصحاب سقيفة بني ساعدة التي تشبه العقل وما هي بعقل إنها العقل الشيطاني قوة الإدراك الشيطانية نطق بألسنتهم ونظر بأعينهم وكتب بأقلامهم وفكر برؤوسهم وعممهم بعمائمه هذه هي الحقيقة من الآخر والمشكلة الثالثة الأفكار الجاهزة الأفكار الجاهزة التي يؤتى بها من المنبع الشيطاني أتحدث عن حوزة النجف وكربلا إنها المنبع الشيطاني للأفكار الشيطانية الجاهزة نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلس فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينه وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سوا المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سوا وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة إذا أردنا أن نسبر أغوار المكتبات عند اليهود عند النصارى عند النواصب والمخالفين إذا أردنا أن نسبر كل التأريخ لن نجد جهة حوربت وحرفت كل الحقائق التي تشير إلى فضلها مثل ما حدث مع محمد وآل محمد صلوات الله عليه هناك حرب مضطرمة على طول التأريخ لا أتحدث عن تأريخ الإسلام محمد وآل محمد حقيقة في كل الديانات السابقة وهذه الحقيقة حوربت وأنكرت وحرفت واستمر الحال إلى يومنا هذا الأنكى فإن دينهم يحرف من الوسط الذي يدعي أنه ينوب عنه دين محمد وآل محمد في زمان الغيبة لم يحرفه المخالفون لأهل البيت ولم يحرفه اليهود ولم تحرفه الحكومات الذين حرفوا دين محمد وآل محمد زمان الغيبة الكبرى هم مراجع النجف وكربلا ابتداء من شيخ الطائف الطوسي ومنذ سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف تضاعف تحريف الدين حتى لم يبق منه شيء هذه حقيقة حقيقة مؤلمة وانا لا أريد ان اذهب في تفاصيلها لكنني اشرت اليها لانني اريد ان ابدأ معكم حكاية سلسلة الائمة الاوصية الاثني عشر اريد ان ابدأها من التوراة الكتاب الذي بين يدي هو الكتاب المقدس الذي يشتمل على كتاب العهد القديم كتاب اليهود وكتاب العهد الجديد كتاب النصارى اقرأ من كتاب العهد القديم ومن التوراة التوراة في كتاب العهد القديم تشتمل على خمسة اسفار اول هذه الاسفار هو التكوين واقرأ عليكم من الاصحاح السابع عشر وتحديدا اقرأ عليكم من الفقرة العشرين من الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين واما اسماعيل الخطاب من الله الى ابراهيم بحسب الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه سمعت دعائك واستجبت لك هذا هو المراد لان ابراهيم هكذا قال وقال ابراهيم لله ليت اسماعيل يعيش امامك هذا دعاء ابراهيم يعيش امامك يعيش تحت رعايتك تحت نظرك فكان الجواب هكذا واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ها انا اباركه واثمره 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 كثيرا جدا اثني عشر رئيسا يلت واجعله أمة كبيرة انا انا لا اريد ان احتج على اليهود ولا اريد ان احتج على النصارى لانني سأحدثكم عن كتب اليهود والنصارى هذه كتبه وبعد ذلك انتقلوا الى كتب المخالفين وبعدها اعودوا الى كتبنا فانا لا اريد ان احتج على اليهود ولا اريد ان احتج على النصارى ولا اريد ان احتج على المخالفين من الاخر وبتعبير شعبية عراقية لان غريضاتنا وحوجاتنا احنا ندور عليهم وما نشغل بهم انا لا اريد ان احاجج احنا اتفرهدنا وفرهدونا من زمان من زمان احنا اتفرهدنا الى ان وصلنا الى زمان مجهول المالك ربعنا يفرهدون بنا احنا اتفرهدنا ذني احوجاتنا وغريضاتنا اندور عليهم وما نشغل بهم انا لا اريد ان احاجج اليهود ولا اريد ان احاجج النصارى ولا اريد ان احاجج المخالف مثل ما قلت لكم في بداية حديث اريد ان تكون الصورة واضحة عندي ما حلاقتي بهم انا اسألكم اذن احوجاتنا اذا احوجاتنا شا تقولون انتم واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ها انا اباركه واثمره واغكثره كثيرا جدا اثني عشر رئيسا يلد واجعله امة كبيرة واجعله امة عظيمة اذا اردنا ان نترجمها بدقة حينما ترجموها من العبرية الى الانجليزية ما كان عندي وقت واخاف ان تطول الحلقات وان لا لجئتكم بالنسخة العبرية والنسخة الانجليزية great nation هكذا ترجمت في اللغة الانجليزية انها امة عظيمة امة عظيمة تختلف عن امة كبيرة امة كبيرة قد تكون كبيرة بعددها لكن الامة العظيمة تكون عظيمة بمنزلتها الترجمة الانجليزية كانت دقيقة جدا عن النص العبري great nation امة عظيمة هنا هنا يوجد تعريف انا لا اريد ان اسلط الضوء على على كل صغيرة وكبيرة الانجليزية والاصل الاصل واجعله امة عظيمة الامة العظيمة هم الاربعة الانجليزية من الحسن الحسن المجتبى الى القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هم في كتبهم يقولون من ان اسماعيل ولد له هذا العدد وذكروا اسماءهم وسأقرأ عليكم لكنني سأأخذكم في جولة في كتب تفسيرهم في كتب تفسير الكتاب المقدس هذا التفسير من اشهر تفسير الكتاب المقدس التفسير التفسير الكامل الكتاب للكتاب المقدس الجزء الاول متى هنري مفسر انجليزي cra ماتيو هنري مفسر المفسر والقسيس الانجليزي المشهور وهذا تفسيره من أشهر ومن أوسع تفاسير الكتاب المقدس توفي سنة 1714 ميلادي هذا التفسير كتب قبل ما يزيد على ثلاثة قرون مع أنه تفسير مفصل ويفصل الكلام في كل المطالب لكنه حينما وصل إلى ما جاء مذكورا عن إسماعيل أنني أقرأ عليكم من الصفحة الثالثة والسبعين فماذا فسر ما جاء من نص قد قرأته عليكم وأما إسماعيل الذي أنت في غاية القلق عليه الله يقول لإبراهيم معنى الكلام الذي قرأته عليكم وأما إسماعيل الذي أنت في غاية القلق عليه فقد سمعت لك فيه سيجد نعمة بسببك ها أنا أباركه وستكون ذريته كثيرة العدد وأثمره وأكثره كثيرا جدا بأكثر من جيرانه سيكون عددهم كبيرا للغاية إثني عشر رئيسا يلد وانتهينا أي تفسير أي تفسير هذا هذا من أعظم تفاسير الكتاب المقدس وفعلا هو هكذا بالقياس إلى بقية التفاسير لكن حينما وصل الحديث إلى إثني عشر رئيسا يلد إسماعيل انتهى كل شيء انتهى الكلام وما ذكره من كلام لقد فسر الماء بعد الجهد بالماء هذه ظاهرة تضييع الحقائق في كتب اليهود والنصارى إذا كانت الحقائق ترتبط بمحمد وآل محمد ظاهرة واضحة ومثل ما قلت لكم أنا لا أريد أن أناقشهم ولا أريد أن أحتج عليهم هذه أمور ترتبط بنا نحن نفهمها بحسب فهمنا هم أحرار فيما يقولون ونحن أحرار فيما نقول فإسماعيل إسماعيلنا والإثنى عشر هم أهلنا وهم سادتنا نحن نعرفهم إذا كانوا هم لا يعرفونهم نحن نعرفهم نحن نعرف من هؤلاء نحن نعرف من هو إسماعيل ونعرف من هم الإثنى عشر الذين تتحدث عنهم التوراة وقد أخبرنا أخبرنا محمد وآل محمد من أن التوراة تحدثت عنهم ومن أن الإنجيل تحدث عنهم ولكن القوم طمسوا الحقائق هذه بقايا بقايا قلت لكم قبل شوي ذن حويجاتنا وغراضاتنا هذا الباقي من الفرهود بقايا بقايا من الفرهود فرهدونا فرهدونا الباقي من الفرهود هو هذا هذا التفسير الكامل للكتاب المقدس أي تفسير هذا من أشهر تفاسير الكتاب المقدس أنا لا أتحدث معكم في مكان خال من الناس أنا أتحدث من عاصمة العالم من مدينة لندن وعبر الأقمار الصناعية هذه كتبهم أنا أقرأ من كتبهم وهذا البرنامج سيبقى موجودا على شبكة العنكبوتية حينما أقول لكم هذا من أشهر تفاسيرهم فهو من أشهر تفاسيرهم هذا تفسير آخر هذا تفسير لمؤلف معاصر أنا تعمدت في اختياري كتب التفسير التي جلبتها لكم وإلا فعندي أكثر تفاسيرهم وأنا مطلع على مكتبتهم بالتفصيل هذا التفسير عنوانه من التكوين إلى الرؤية التكوين هو أول الأسفار والرؤية آخر الأسفار في الكتاب المقدس بالعهدين فالتكوين هو أول الأسفار في العهد القديم والرؤية آخر الأسفار في العهد الجديد المؤلف يوسف رياض إذا ما دخلتم إلى القنوات التلفزيونية المسيحية فإنه يتحدث فيها له فيها برامج وإذا ما دخلتم إلى اليوتيوب ستجدون الفيديوات الكثيرة ليوسف رياض لصاحب هذا التفسير وهذا هو الجزء الأول تفسير مفصل وطويل لمفسر معاصر هذه الطبعة طبعة دار الأخوة للنشر مصر في الصفحة السادسة والخمسين يوسف رياض قضم الموضوع قضما مع أنه يفصل في الكثير من المطالب لكنه حينما وصل إلى إسماعيل فماذا قال نجد إبراهيم يصلي لأجل إسماعيل يدعو له والرب استجاب الصلاة في الأصحاح التالي نجد إبراهيم يتوسل لأجل سدوم انتهى الكلام هذا كل الكلام الذي قاله عن الذي قرأته عليكم نجد إبراهيم يصلي لأجل إسماعيل والرب استجاب الصلاة وانتهينا بقية المطالب أين لا وجود لها عملية قضم قلت لكم قبل قليل من أنه ليس هناك من جهة في التأريخ حوربت وحرفت حقائقها مثل ما فعل الناس بمحمد وآهل محمد ولا زال أتباعهم يفعلون بهم هكذا رضوان الله تعالى على دعبه لا أضحك الله لا أضحك الله سن الدهر انضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا لا أضحك الله سن الدهر انضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا هذا تفسير آخر تفسير مشهور في زماننا المفسر قسيس مشهور أمريكي من رجال الإعلام والدين في الولايات المتحدة الأمريكية وكثيرا ما يتواجد على القنوات الدينية المسيحية التلفزيونية إنه جون ماك آرثر تفسير الكتاب المقدس وهذه النسخة من النسخ التي تقدم هدايا للأزواج عند المسيحيين في مصر طبعة دار منهل الحياة القاهرة مصر إذا ما ذهبت بكم إلى الصفحة الرابعة والثمانين هذا التفسير تفسير موجز يوجد نص الكتاب المقدس وله حاشية ومع أنه موجز لكنه يفصل في الكلام حينما وصلنا إلى إسماعيل وإلى الاثني عشر ومن ثم يسوي القضية نهائيا بمنح بمنح إسماعيل نسلا غفيرا وانتهينا فهمتم شيئا إذا قرأتم النص ستفهمون أكثر مما جاء في التفسير وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا إثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة هذا الكلام يفهم منه ما يفهم ولكن التفسير هكذا يقول ومن ثم يسوي القضية نهائيا بمنح إسماعيل نسلا غفيرا هل هذا تفسير هكذا تضيع الحقائق هذا تفسير جون ماك آرثر هذا تفسير آخر هذا التفسير نتاج جهود جبارة الكتاب المقدس قراءة الرعائية مجموعة من العلماء والمفكرين والأساتذة المختصين أنتجوا هذا التفسير أسماؤهم موجودة في المقدمة أنا لا أريد أن أقرأ عليكم كل شيء وهذه الطبعة طبعة جمعية الكتاب المقدس الطبعة الثانية 2013 ميلادي بيروت لبنان إذا ما ذهبنا إلى صفحة 23 ماذا قال هذا التفسير إسماعيل يكون نسله كبيرا مثل نسل إسحاق لم يأتي ذكر إسحاق في النص ولكن اليهود والنصارى عندهم عقدة من إسماعيل ولذا يذمونه كثيرا سنقرأ عنه إسماعيل يكون نسله كبيرا مثل نسل إسحاق أسباط إسماعيل إثنى عشر سبطا مثل أسباط بني إسرائيل هم يجتمعون حول المعبد الواحد فيؤمن كل سبط خدمة العبادة مرة في السنة وعد إسماعيل كما وعد إسحاق فالوعد لا ينحصر في شعب واحد بل يصل إلى الجميع لأن الخلاصة هو للبشرية كلها هذا الكلام أين كان موجود هذا هو التفسير هذا هو التفسير لنفس العبارات التي قرأتها عليكم موجودة العبارات هنا هذا تفسير الرابع هذا تفسير خامس هذا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس وهذا من التفاسير المهمة جدا عنده أتعلمون كم من شخص من الدكاترة والقساوسة وعلماء الدين والمتخصصين أشرف على هذا التفسير لجنة التحرير والنشر 19 واحد من كبار الشخصيات أسماؤهم موجودة وشهاداتهم وعلقابهم لجنة المراجعة اللاهوتية 13 واحد لجنة الترجمة والتحرير للطبعة العربية خمسة المجموع 37 واحد 37 دكاترة وأساتذة جامعات وقساوس ورجال دين وشخصيات مهمة في الوسط المسيحي أشرف على إنتاج هذا التفسير أسماؤهم موجودة وعناوينهم وألقابهم في بداية التفسير صفحة 46 وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يحيا في رعايتك فأجاب الرب إن سارة زوجتك هي التي تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق ومعناه يضحك وأقيم عهدي معه ومع ذريته من بعده عهدا أبدية الكلام من هنا عن إسماعيل أما إسماعيل فقد استجبت لطالبتك من أجله سأباركه حقا وأجعله مثمرا وأكثر ذريته جدا فيكون أبا لاثني عشر رئيسا ويصبح أمة كبيرة إلى آخر كلامه غير أن عهد أبرمه مع إسحاق هم يقولون من أن عهد النبوة والإمامة انتقل إلى إسحاق وليس إلى إسماعيل لا شأن لنا بعقائدهم أنا أقول هل هذا تفسير لماذا بقيته المطالب يفسرونها ويشرحونها بشكل واضح لماذا حينما يأتي الكلام عن إسماعيل وعن الاثني عشر لن نستطيع أن نفقها شيئا من كلامه هذه تفسيره هذا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس من التفسير المشهورة قلت لكم قبل قليل كم هو عدد الذين أشرفوا على هذا التفسير من شخصياتهم وعلمائهم وأساتذتهم وهذا كذلك الكتاب المقدس قراءة الرعائية تفسير آخر وهذا تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر فضلا عن التفسيرين الكبيرين المفصلين الذين قرأت عليكم منهما قبل قليل هذه تفسيرهم وهذه قواميسهم هذا قاموس الكتاب المقدس طبعة 2011 ميلادي أتعلمون كم من الشخصيات المشرفة على هذا القاموس 27 شخصية من كبار شخصياتهم أشرف على إنتاج هذا القاموس قاموس الكتاب المقدس 2011 2011 ميلادي الطبعة الخامسة عشر صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى نذهب إلى مادة إسماعيل هذا قاموس للكتاب المقدس نذهب إلى مادة إسماعيل لاحظوا كيف يتحدثون عن إسماعيل وأمرها أن ترجع إلى سيدتها لما طردت سارة هاجر بحسب ما هم يقولون لقاها ملاك الرب في الطريق وأمرها أن ترجع إلى سيدتها وإلى بيت إبراهي ووعدها بأنها ستلد ابنا تسميه إسماعيل وأنه يكون أبا لجمهور من الناس وأنه سيسكن البرية كحمار وحشي أي وصف هذا هذا الملاك يتحدث مع هاجر من أن إسماعيل سيعيش في البرية كحمار وحشي لأنهم يصفونه بالأوصاف السيئة في كتبه إلى أن يقول القاموس فألحت سارة على إبراهيم قطعا هذه النصوص موجودة في الكتاب المقدس هذه النصوص لم يأتي بها كتاب القاموس من جيوبهم الخاصة هذه المعلومات موجودة في الكتاب المقدس في كتبهم فألحت سارة على إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها فطردهما فتاهت الأم وابنها في برية بئر سبع في فلسطين بئر سبع أو بئر سبع منطقة في فلسطين معروفة إلى يومنا هذا فتاهت الأم من هي هاجر وابنها في برية بئر سبع في جنوب فلسطين وكان على وشك الهلاك من الضمى فأرى الله هاجر بئر ما ووعدها ثانية بأن ابنها إسماعيل سيصير مصدر أمة عظيمة ومنذ ذلك الحين سكن إسماعيل في برية فاران في جنوب فلسطين على حدود شبه جزيرة سيناء وأصبح ماهرا في استعمال القوس وأخذت له أمه زوجة من بلادها من مصر وولد له إثنى عشر ابن الذين أصبحوا آباء القبائل العربية هذه حكاية إسماعيل عنده هؤلاء الأبناء الإثنى عشر ذكروا في التوراة في الأصحاح الخامس والعشرين وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم حسب مواليدهم يعني أنهم سيذكرون بالترتيب الذي ولد أولا ثم الذي ولد ثانيا وهكذا نبا يوت بكر إسماعيل هذا الأول وقيدار هذا الثاني وأدب إيل هذا الثالث ومبسام هذا الرابع ومشمع هذا الخامس ودومة هذا السادس ومسى هذا السابع وحدار هذا الثامن وتيما هذا التاسع ويطور هذا العاشر ونافيش الحادي عشر وقدمه الثاني عشر هؤلائهم بنوا إسماعيل وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم إثنى عشر رئيسا حسب قبائلهم أين هذه القبائل وما هو تأريخها هؤلاء أجداد العرب هكذا هم يقول هل هذه حقائق التأريخ هكذا هم يقول وَوْلِدَ لَهُ إِثْنَا عَشَرَ إِبْنًا الَّذِينَ أَصْبَحُوا آبَاءَ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ إذن لنذهب إلى الإسماعيليين أولاد إسماعيليون إسماعيليون وهم نسل إسماعيل ابن إبراهيم من أمه المصرية هاجر وقد ورد أنه كان لإسماعيل إثنى عشر ابناً صاروا أمراء ورؤساء قبائل وقد كانت هذه القبائل تسكن الجزء الشمالية من شبه جزيرة العراق على حدود فلسطين وأرض ما بين النهرين متى كان هذا نحن لا ندري هكذا هم يقولون عرف الإسماعيليون بأنهم تجار رحل ينتقلون من مكان إلى آخر وكذلك عرفوا بمهارتهم في قيادة الجمال وسكنهم الخيام وبأنهم حاذقون في استعمال القوس هل هذه المعلومات صحيحة؟ أين هذه الحقائق في كتب التأريخ؟ أو في الآثار على الأرض؟ هكذا تحرف الحقائق وهكذا تضيع المطالب دائرة المعارف الكتابية نحن حينما نجد هذا الإصرار على التحريف هذا أدل دليل على حقيقة ما عندنا لماذا كل هذا الإصرار على التحريف؟ لماذا؟ وتلاحظون أن التحريف لم يتخذ جهة واحدة كل كتاب قال ما قال دائرة المعارف الكتابية أيضا أشرف عليها جمع من علمائهم وأساتذتهم هذا هو الجزء الأول من دائرة المعارف الكتابية وهذه الطبعة طبعة دار الثقافة القاهرة مصر إذا ذهبنا إلى صفحة 275 عنوان إسماعيل يبدأ في هذه الصفحة ويستمر حتى نقرأ عن إسماعيل في العهد الجديد أرى الوقت يجري سريعا إسماعيل في العهد الجديد جعل شخصية مذمومة سأقرأ سطورا لأنهم تحدثوا كثيرا عن هذه الشخصية في دائرة المعارف هذه الرسول بولوس يعد إسماعيل أسوة سيئة للمتديني يعده أسوة سيئة للمتديني وقد فصل الكلام وبحسب ما هو موجود في الكتاب المقدس في رسالته التي وجهها إلى أهل غلاطية رسالة الرسول بولوس وهي موجودة في كتاب العهد الجديد خلاصة الكلام فإنه يجعل إسماعيل أسوة سيئة للمتديني كي ينصح المسيحيين أن لا يكونوا كإسماعيل هذا إنه غبي وأحمق لا يفقه هذا هو الذي يريد أن يقوله الرسول بولوس والكلام هو هو عن الإسماعيليين مثلما قرأت عليكم قبل قليل فأنا لا أجد وقتا كافيا لأن أقرأ كل شيء الذين يريدون أن يطلعوا بإمكانهم أن يعودوا إلى دائرة المعارف الكتابية هذه كتبهم المعروفة ومثلما قلت قبل قليل إنني لا أريد أن أحتج عليهم إنما أريد أن أعرض لكم من أن حقائق ديننا موجودة موجودة وإن حرفوها لقد بذلوا جهدا كبيرا في تحريف هذه الحقيقة لكن النص الموجود في التوراة لا زال واضحا لا زال واضحا جدا المفترض في القاموس وفي دائرة المعارف وفي كتب التفسير أن تكون هذه الكتب موضحة شارحة مبينة ما الذي وجدتموه وجدنا النص المفسرة هو أوضحه بكثير من هذه النصوص المفسرة عن أي شيء يكشف هذا يكشف عن أن النص المفسرة يحمل حقيقة وهذه الكتب تريد أن تضيع الحقيقة بأي طريقة من الطرق وبأي وسيلة من الوسائل هذه أمثلة ونماذج من كتبهم هذه ثقافة أهل الكتاب ثقافة اليهود والنصارى فهذه التوراة وهذا إسماعيل قد ذكر فيها بشكل واضح أقرأ عليكم النص مرة أخرى في الأصحاح السابعة عشر وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه الله يقول لإبراهيم استجبت دعائك ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا إثني عشر رئيسا يلت وأجعله أمة كبيرة وأجعله أمة عظيمة هذه لقطة سريعة لكنها فاحصة في الوقت نفسه في كتب اليهود والنصار أرى الوقت يجري سريعا سأترك بقية حديثي إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر